موسيقى مرحبا و أهلا و سهلا فيكم من مطبخ لولو اليوم وصفتنا عصير هيدا العصير يلي بيقوي الجسم و بيعطيه طاقة و بيروح الأنيميا من الجسم هيدا العصير كتير مفيد مؤلف من ثلاث مكونات يلي هنه الجزر و الشمندر و البردقان الليمون البردقان يعني يلي عنده فقر دم كل يوم بيشرب كباية من هيدا العصير بيغنيكن عن دواء الحديد كتير مفيد بأول جسم و بمكونات كتير بسيطة و فيكم تعملو بالبيت بكل سهولة يلا نروح مع بعض نشوف كيف عملنا هيدا العصير الغير شكل متل ما شايفين عندي ثلاث حبات من الشمندر قشرتهم منيح و غسلتهم و هلأ بدي قصهم و عندي كمان بردقان بردقان مش ليمون بردقان كمان ثلاث حبات مقشنين و عندي جزر ثلاث حبات جزر قصات حبة و هلأ بدي قص بقيت الجزرات كمان مقشرتهم و مغسلتهم مظبوط أبدا ما تخلوا الخضرة بدون غسيل إذا ما بتكون تقشروا الجزر مانا مشكلة بس أنا بحب قشر كل شي و هلأ عم قص الشمندرات بس عم قصهم عشان يهون علي طحن السيطن بهيدا الشكل الشمندر جدا مفيد للجسم بيعطينا طاقة و بيعطينا حيوية و بيعطي لون للبشرة كتير أنا بحب الشمندر هيك قصيت الجزرات و الشمندرات و هلأ بدي قص البردقان أكيد رح نشيل البزر من البردقان حتى ما يعطينا مرورة هلأ بالنسبة للحلاوة بهيدا العصير فيكن انتو تزيدوا ليكون صح أكتر مثلا مع الاتعسل بس هو ما بيحاج بصراحة إذا بتحبوا كمان زيدوا بعد بردقان فيكن زيدوا رح أحط هلأ كل المكونات يلي قشرته و السيطة بقلب الميكسر هيدا اللي شايفينه و اطحنن مع بعض رح نزل كمان البردقان البردقان يعني البرتقال حتى في ناسي مكين ما تفهم علي نزلت البرتقال فوق المكونات الجزر و الشمندر و هلأ رح زيد فوق منهم كمية من المي تقريبا لنص الميكسر و رح سكر الميكسر و بلش طحن انتو عم تطحنوا ما تطحنوا بفرد مرة دلكون طفوا و دوروا لحتى ما ينتزى عندكم الميكسر او يحترق متل ما شايفين اللون روعة خلصت طحنن و هلأ بدي روح صفيهن شوفوا اللون غير شكل هلأ رح اخدون عندي هون مصفية بقلب جات و رح احطهم بقلبها و صفيهم تماما تماما اكيد اللي عنده عصارة بيهون عليه شغل العصارة اللي بتعصر جزر بتعصر كمان شمندر وبتعصر اي فواكي او خضرة بس سبحان الله انا ما حبيت العصارة عندي عصارة بس ما بستعملها و دايما باعتمد هاي الطريقة شايفين انا رجعت زدتهم ماي لانه كانوا كتير تقال ما بيأسر شوفوا اللون واو 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 و ارجوانة بيجنن هلأ رح نسكبهم بالابريق المخصص اه للعصير عن جد اللون ما بخبركم اللون غير شكل والطعمة كمان مقبولة يعني ما نواو هيدا العصير بس كتير مفيد اه هيك خلصنا عصيراتنا و رح ندوق ما حنقول الطعمة واو بس مقبول وبينشرب ولانه بدكن تعتبروه كأنه دوا و انا برأيي منشرب اشياء طبيعية احسن ما ناخد ادوية وهيك وصلنا على نهاية الفيديو بتمنى يكون نال اعجابكن و اذا عجبكن يا ريت ما تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب تشكركن كتير على المتابعة و الى اللقاء بفيديوهات جديدة باي باي